مكملين برنامجنا ومكملين باقي فقراتنا ضيفتنا نورتنا بالستيديو الدكتورة نادية خميس أخصائية جهاز هضمي وكبد والحديث عن مشكلة الإمساك صباح الخير وأهلا وسهلا فيك صباح الخير هباس صباح الخير لنا صباح أكبر دكتورة يعني دكتورة نادية أول إشي نحن نعرف أنه يعني مستشفى الجمع الأوردنية من المستشفيات التي عليها ضغط يعني كباقي المستشفيات الحكومية لكن عليها ضغط كتير كبير ويمكن من خلال تجربتك تشوفي الناس وخصوصا بالفترة الأخيرة بيعانوا من موضوع الإمساك ويمكن تكون الإمساك يرافق أدوية معينة حالة صحية هي أو مؤشر أنه جهازنا هضمي فيه مشاكل فخلينا نحكي للناس بداية عن التعريف وبعدين من انطلق للتفاصيل زي ما حكيتم مشكلة الإمساك مشكلة شائعة جدا في كل المجتمعات الإمساك بداية هو عبارة عن التغير في نمط عادة الإخراج عند المريض عادة بتصير كمية أو تكرار الإخراج أقل من العادي أو أن صلابة البراز أكثر أو المريض يعاني من جهد وصعوبة أثناء عملية الإخراج بس دائما نحب ننوه لشغله أنه لازم نعرف عادة المريض اللي أصلا هو متعود عليها يعني فيه مريض ممكن يكون هو بيخرج أصلا يوم بعد يوم طول حياته ومريض تاني ممكن بيخرج باليوم ثلاث مرات فإحنا لازم نسأل المريض في البداية أنت أصلا شو عادتك وشو التغير اللي صار عليها بالطب التعريف الطبيعي للإخراج هو من ثلاث مرات باليوم إلى مرة كل ثلاث أيام بل زي متى فأنا منرجع لأده هو المريض كان بيخرج عادة بالإضافة لصلابة البراز والصعوبة أو الجهد اللي بيخرج أثناء الإخراج إذن بعد ثلاث أيام منقدر نعتبر أنه الشخص عنده مشكلة الإمساك ولازم يراجع الطبيب ولا ممكن يعد أكثر هلأ هاي نقطة مهمة إحنا قلت بعد ثلاث أيام إذا كان المريض أصلا مثلا بيخرج كل يوم بس إذا هو صلوا سنوات من طول عمره من هو الطفل الصغير بيخرج كل ثلاث أيام فيمكن يكون هذا الوضع الطبيعي لإله سألت سؤال مهم ليه متى أنا أراجع الطبيب هلأ دائما في مؤشرات يسميهم alarming signs هذا المريض لازم يروح الطبيب إذا صار واحد اثنين ثلاثة أول إشي إذا كان المريض عادته طول عمره بشكل معين بيروح مرة أو مرتين بنهار وبعدين صار فيه تغير حديث في الإخراج وخصوصا في المرضى اللي عمرهم فوق الـ 45 سنة الشغلة الثانية إذا رافق الإمساك نزول في الوزن وغير مبرر يعني مش البني آدم عم بيعمل حمية بلشت شهيته على الأكل تخف ووزنه عم بينزل إذا لاحظ المريض وجود دم أو تغير في لون البراز إلى الأسود الداكن هاي مؤشرات إنه المريض لازم يروح يراجع طبيبه بشكل عام أكثر الحالات ما بتكون فيه معها حالة مرضية للإمساك يعني معظمها بسميها إحنا وظيفية لكن في حالات مرضية ممكن تكون تأدي للإمساك الأشياء اللي قلناها قبل شوية عن نزول الوزن وكذا ممكن تكون مؤشرات لورم في القلون لا سمح الله بس هم نسبة قليلة كتير من المرضى اللي بيعانوا من الإمساك في أسباب تانية مثلا السكري الهبوط أو خمول نشاط في الغدة الدرقية بعض الأدوية زي ما ذكرتي في أدوية زي الكالسيوم فيتامين دي وأدوية أخرى برضو تستخدم في علاجات الضغط نمط الأكل ونمط الحياة للأكل الجنك فود اللي ما بيكون فيه كثير تماما هذا هو أصلا معظم الأسباب في الأردن هي تتعامل لها دخل في اللايف ستايل تبع مرضانا اللي ممكن يكون الجنك فود أكل ما فيه فايبرز ممكن المية ما بيشربوا المرضى طبيعة حياتنا كلها بسيارة أعدين ما فيه رياضة ما فيه حركة كلها هاي لها علاقة بالمساك يعني بالمجمل دكتوري نادية بنقدر نقول إن السلوكيات للحياة الصحية هي اللي بتتجنبنا إنه ندخل إحنا بهذا الاضطراب اللي هو هو اضطراب دكتوري ولا نقدر نسمي اضطراب طيب يعني بالمجمل زم أنتوا سمعتوا لازم ناكل أكل صحي حاول دائما الأشياء اللي فيها الفايبرز يعني لازم المريض دائما يكون فيه عنده وجبة وأنا بنصح المرضى تكون في المساة يعني تحتوي على خضار وألياف فليفلة طبعا بندورة كلها يأخذ جات يحطوا بالمساة حتى لو هو ناوي يعمل دايت هذا ما بش رح يخرب دايت تبعته نعم سادق فيه مرضى يكونون جايين ناويين يعملوا حمية فبيقللوا كميات الأكل كتير عندهم بيصير عندهم إمساك مباشرة وراها فدائما دور نحكي لهم يا جماعة أنتوا أوكي عاملين دايت لكن لم سمحتوا خدوا صحن الصلطة أو الخضار تبعكم يوميا المية يشربوا مية منيح المرضى بصير يحكوا لك والله أنا دكتورة بشرب مية حاجة نرى المية أحيانا متفاوتة يعني اللي بيشتغل بالشمس غير اللي قاعد في البيت طبعا مية بالمساة كيف البني آدم دو يحذر أنه يشرب كمية مية منيحة بده يطلع على لون البول تبعه صحيح إذا كان لون البول فاتح يعني أنه يشرب كفايته من المية نعم الشغلة المهمة كثير اللي هي تعويض القولونة أو أمعائنا على وقت معين للإخراج اللي هي نسميها الباوي الهبت كل شي عادة وحتى الإخراج عادة صحيح تقدر تروح تفوت وتعمل الإخراج ما رح تقدر لأنه يكون الأدرينارينا عالي فبصير تثبيت دماغي لهذه الأشياء أنت ملحوق بالدوام ما رح تلحق وتروح طب دكتورة شو الصلة بين فنجان القهوة أو النس كافي الصبح وإخراجنا بسهولة أو بسرعة ممتازة في رابط طبعا في إشي اسمه غاسترو كوليك ريفليكس يعني أنت مجرد ميدخل إشي للمعدة والي إحنا متعودين عليه دايما هو القهوة أو النس كافي بيصير فيه بتحرج عملية الإخراج هذه النصيحة أنا بنصحها للمرضى بقول له لو سماحيت تشرب لك فنجان قهوة صغير هو الحليب يعمل إمساك فإذا كانت نس كافي بلاك بيكون أفضل شوية القهوة محرشة للإخراج ويصحى قبل دوامه مشان يلحق ويكون في عنده ريلاكسيشن لما يفوت على التويلت يعني يأخذ وقته وراحته الحركة الحركة لأنه القلوم بتحرك زي ما تحرك البني آدم فإذا أنت طوال وقت قاعد ما رح تمشي الإخراج يعني ميلي هدول هم الأشياء هلأ معظم المرضى بيتحسنوا عليهم في جزء بيحتاج مثلا بعض الوصفات الشعبية اللي إحنا طبعا دائما نحكي باعتدال يانسون كمون شومر كل هذه الأشياء ممكن تساعد في الإخراج الإحلاج الدوائي أحيانا من الجأله لكن يفضل للأمان استشارة الطبيب لأنه مش كل المسهلات بقدر يأخذها المريض براحته فيه منها بيعمل تعود يعني مثلا بدون أسماء تجارية لكن في بعضهم هذول يأخذ المريض باستمرار سيكون عنده إسهال وبطل جاوب للحبة ولا الحبتين يعني أنا واحدة من المرضى أجري أنا بأخذ خمسين حبة دواء معين ومش عم تقدر تخرج طبعا لأنه في النهاية قولوا نتعود أنه أنا بأخذ حبة وحبتين وثلاثة في ملينات نسميحنا بلك فورمينج ايجنس يعني بتخلي البراز لينك حجمه منيح معظمها بتحتوي على فايبرز فإذا المريض بده يلجأ الملينات ما تكون من الحبوب اللي هي محفزة تكون من البلك فورمينج ايجنس اللي هي بتكاوي في معظمها اللي في منها بيحتبئ أحيانا عن خالة وغيرها طبعا تتعرف يا دكتوري حكيتي إشي كتير مهم لازم ركز عليه ونحط هيك كخطوط حمراء تحت قلتي المريض أحيان نحن نشتهد من دروح نشتري شاي من دروح نشتري من الصيدلية بتذكر فيه دواء ديش أحكي الاسم أو لون أو لون العلبة عشان الواحد هو لحاله ينظم أقول لك هو يعتقد أنه لأنه الناس بتفوت كل يوم مع التويلات لا هو أنه عنده مشكلة كل يومين أو كل ثلاثة فإحنا لازم كل هذا تحت أشراف طبيب يفضل عند الاستخدام العلاج الدوائي أنه نرجع لطبيبنا نتأكد رقم واحد أنه لا يوجد مشكلة عضوية هي سبب الإمساج رقم اثنين شو هو نوع العلاج اللي أنا ممكن أأخذه مش ضروري أنه أنا أظلني كل ما بدي أحصره في الإلاج نروح أرجع للطبيب لكن أنا بحكي الخطوة الأولى نتأكدنا كل شي نورمان بعدين إحنا نمشي دكتورة في شاي كمان بتذكر حتى حدا من صاحباتي أخده وصار عندها كسل بعدين فيما بعد وهذه التأثيرات ومضاعفات سلبية وهي الهيربلز في منها جزء أو الشغلات تباية العطارين بتأدي لفشل في الكرة فشل في الكبد فإحنا زي ما قلت لكم دائما نكون حذرين الأشياء اللي متعارف عليها عامة ممكن إحنا ناخدها بإعتدال هبب تخدي زيتون؟ يمن أحب موسم الزيتون؟ الزيتون جيد نسأل هبب تخدي أو لا تخدي؟ بس فيه كالورز كثير الزيتون بس هو منحل الإخراج دكتورة نادية إحنا بحياتنا ممكن نتعرض لسترس لتوتر أو مثلا نظامنا الغذائي مش صحي ممكن تمر علينا يوم يومين للشهر ثلاثة نحس بها المشكلة هل هناك عوامل بتأدي للإمساك المزمن اللي ممكن يعيش معانا مدى الحياة؟ صحيح هناك عامل نحكي جسد البني آدم نفسه يعني مثلا فيه أطفال بيجونا من وقت ما هم صغار في عندهم إمساك اللي شون ما بيسويه طبيب الأطفال تبع الجهاز الهضمي أول شي بتأكد أنه ما فيه أمراض وراثية لأنه فعليا فيه أمراض وراثية بتأدي لإمساك ولازم يكون حلها ممكن يكون حلها جراحي بعد ما يتأكد ممكن يصير يحكي للطفل شو هو بده يغير وبيكون هدول الناس حركة القولون والأمعاء أنتهم أبطأ من الناس العاديين فهي بتأدي للإمساك المزمن اللي أنت ذكرتين يعني ينطبق على الإكبار والصغار ينطبق على الإكبار والصغار دكتورة شو مضاعفات الإمساك وإذا فيه عامل خطورة كمان خلينا نحكي للمشاهدين مضاعفات الإمساك رقم واحد نتأكد زي ما قلنا أنه ما فيه ورن في القولون فهي ممكن هون مضاعفات تنشأ من السبب نفسه اللي ما تعالجه للمريض طنشه الشغلة الثانية اللي هي إذا ضل فيه إمساكه بدون أي سبب ممكن يصير في عنا شق شرجي وهو بسبب ألم شديد أثناء الإخراج وهذا بدخل المرضى في سايكل أنا عندي إمساك الشق بزيد نحاول دائما تبريك ذي سايكل نعطيهم ملينات من نوع معين ومسكينات للألم علشان الشق وشان يقدر يخرج بسهولة البواصير البواصير الممكن تصير الأول هومورويدز هذول بيقدروا نزف وفي مرضى من كتر نزف اللي عندهم بيصير بنقص خضاب الدم عندهم يعني فهي واحدة من المشاكل برضو اللي بيصير من الإمساك بيصير في ترهل في القولون وتجيب مع العمر بيتلاقي هذول بيصير في عندهم زي اللي نحن نسمي دايفرتكولوسيز في أحيانا بعض القرح بتصير داخل المستقيم اللي هو آخر جزء في الأمعاء الغليظة من كتر مهول براس صلب وعما لا يضغط عليها فهي كليات هتعتبر مضاعفات من الإمساك عشان احنا ما منحب المريض يكون في عنده إمساك عدا عن الأعراض يعني المريض مش معقول يعيش بألم وانتفاق وشعور بغثيان اللي هو بسببه أحيانا للإمساك الشديد اختلال الهرمونات وداء السكري والغدة الدرقية ونشاطها قدي ممكن يأثر على مشكلة الإمساك هو واحدة من الأسباب المهمة لإلها فإحنا لما يجينا المريض عنده ان كنترول ديابيتس يعني السكر يتبعه مش مزبوط واحدة من أعراضه الإمساك دائما ن أقول لهم لو سمحت روح طبيب الغدة وخليه زبط لك أمور السكري إذا كان عندنا فرط أو الغدة بالعادة اللي بيسببها اللي هو خمول الغدة الدرقية خمول الغدة الدرقية ليس الفرط في النشاط خمول الغدة الدرقية السكري عدم انتظامه اللي هو بالعادة بيكون عندهم نسبة مستوى السكري التراكمي مرتفعة في الدم فهي بتأثر على حركة الأمعاء والمعدة أيضا وبتأدي إلى الإمساك في غالبية المرضى طب دكتورة في رابط غريب بين الحوامل وموضوع الإمساك موضوع الإمساك في الحوامل هذا موضوع جدا متكرر الحامل أول شيء بتعاني من تغيرات جدا عديدة في الهرمونات الشغلة الثانية البيبي اللي بيعمل ثقل على القولون بيأثر على قدرتها على الإخراج برضو الدفع أثناء عملية الإخراج بيكون مختلف عن الإنسان الطبيعي اللي ما عندها حامل يعني الستات اللي بيكون في عندهم عدة أحمال يعني أحمال متكررة وولادات طبيعية أحيانا بتأثر على قوة العضلات اللي في منطقة الحوض وبتأثر على الدفع بتأدي إلى الإمساك في جزء منهم وأحيانا للأسف بتأدي لعدم القدرة على السيطرة على الإخراج دكتورة مبارح وأنا عم بقرأ عن الموضوع صراحة لفت نظري كلمة أن تكوني إمرأة من أحد عوامل اللي ممكن تساعد أنه أنت تصابي بالإمساك المزمن أو البلوغ شو السبب أو البلوغ أن تكون بالغا أن تكوني إمرأة أن تكون بالغا لأنه معظم مشاكل الإنسان بتزيد مع البلوغ الأطفال بتحركوا كتير ممكن يكون أحيانا بيشربوا مية بياكلوا خضرة أكثر من الكبار اللي بيشتغلوا زينا بهم كم وجبة اللي عمالوا ياكلهم الشغلة الثانية أن تكوني إمرأة تكرار الحمل والولادة الطبيعية تغيرات جسمها الهرمونية وأحيانا كثير من الستات شغلهم بس بالبيوت يعني ما في طلعة ما في حركة عدم ممارسة الرياضة يعني بالمجمل دكتورة نادية أسلوب حياتنا كثير مهم بموضوع اتراب الإمساك نراقب أنفسنا حتى موضوع النوم يعني هذا الجسم اللي احنا عايشين فيه هو بحاجة لنظام فواحد من الأشياء اللي بننظمها غير الماء والرياضة والأكل الصحي موضوع النوم لأنه كمان بيأثر على تركيبة جسمنا يعطيكي ألف عافية ويعني جهودكم دائما مباركة وإن شاء الله يارب أن كل الناس اللي عم بيحضروننا استفادوا من معلومات هاي الفقر